بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله أرحب بكم أعزائي طالبة في محاضرة جديدة واليوم نتحدث عن يونة 26 من كتاب النحو للمرحلة الأولى حياكم الله خلينا نبدأ ونعرف هذا اليونة عن شنو يتحدث أول شغلة نحن عن الكود يقول ويعفون الكن ويوز كن لأن شيئا يمكن ويجب أن يكون ويوجد إذن الشيء الذي به احتمالية أو به قدرة قدرة على شي معين نستخدم مياه الكان هذي اول ملاحظة بخصوص الكان الان الشي اللي دل على القدرة طبعا انتو افهموها بشكل عام الكان الدل على القدرة قدرة اوفد شي تقدر يسوي انت شي تقدر يسوي طيب فمثلا نقدر نشوف البحيرة من الفندق مالتنا نقدر فتش تقدر عليه I don't have a pain ما عندي قلم جواب الثاني قال You can use mine تقدر تستخدم اذا معناها تقدر يعني معناها تقدر يعني Can you speak English Can you speak any foreign languages تقدر تحكي لغة اخرى اذا معناها تقدر يعني بالعربي باللغة باللهجة العراقية نقول تقدر I can come and see tomorrow اقدر اجي وشوفك اذا الكن هي معناها اقدر ونفيها can't نفيها can't نفس الشي لما يكون عندك نفي I'm afraid I can't come انا اخاف ما اقدرج then اقدر ما اقدر هي can't can't ملاحظة صغيرة اريدك تفهمها بانه الكن تجوية القدرة سي يرى come يأتي speak يتكلم هذي الافعال اللي الدل على القدرة بنقطة بي يقول يمكن استبدال الكن بال is able to يعني مو مشكلة ال able to نقدر نحطها بدال الكن ولكن استخدام الكن هو الاكثر فمنطيك مثال we are able to see the lake نقدر نشوف البحيرة نفس الشي يعني able نحن قادرين على رؤية نفس الشي معناها can فاذا تستخدم الكن او تستخدم be able to طبعا ال be معناها is و r و am و be يعني ذا كان الفاعل مفرد نحط is ذا كان الفاعل جام نحط am ذا كان الفاعل انا نحط am وراءها able وراءها to و الى اخرين بالنسبة لي الفرق ماكو فرق بس استخدام الكن هو الشائع و الاكثر استخداما يعني بس حالة وحيدة راح نستخدم بها ال be able to حالة وحيدة راح نستخدم بها ال able to يعني هذي قاعدة لما تجيك بالجملة have و must have و must و الافعال الناقص لما يجيك فعل ناقص بالجملة وراءها استخدم be able to يعني هستشوف هنا في هاي الجملة قائل i might be able to ليش ما يصير استخدم might و can فاذا اجاك فعل ناقص مثلا might must او مثلا used to و used to ذنة كلهم نستخدم دائما وياهم قاعدة نستخدم دائما ال be able to و جماعتها ما رح نستخدم الكام اما بالنقطة c فملاحظة مهمة يقول نقدر نستخدم الكود مع الافعال التالية هذه الافعال تستخدم مع الكود دائما كتبها يمك ملاحظة we had lovely room in the hotel we could see the lake then شيرا smell حيا يسمع ذن ناقذ اياهم الكود قاعدة هذي i could speak طبعا مثل ما انا اقدر استخدم الاعار والعم زاد ايبول زاد ان تو بدال الكان ايضا استخدم الواز و الوير و ماع مع الواز والوير بالايبل تو بدل الكود يعني اقدر شيل الكود حط بدالها بايبل تو اقدر الشيل لو ده حط بدالها بايبل تو يعني نفس الشي بس مجرد راح تكون بالماضي نقدر نسي للكود حط بدالها واز ايبل تو واز ايبل تو طيب سراح نجعل ملاحظة جدا 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 مهمة هان ملاحظة تقول اذا خلينا نكتبها ملاحظة يمكن احفظها اذا شخصا ما نجح في شيء في فعل معين اذا واحد نجح بفعل معين اذا واحد نجح بفعل معين فراح نستخدم المانج تو او الايبل تو عادة اثنين هم صحيحات بس انا افضل المانج تو يعني المانج تو او الواز ايبل تو نفس الشي دولة اثنيناتهم تستخدم من اكون اكون نجاح بشيء معين تنجح بفعل شيء معين خلينا ناخذ مثال the first spread the fire النار راح ترقت بسرعة ولكن واز ايبل تو لكن احنا قدرنا ننجح نهرب من النار اذا نجحنا بالهروب لذلك قال ايبل تو جميلة ثانية يقول ايبل تو ايبل تو ايبل تو نفس الشيء اثنيناتهم تستخدم لكي نقول شخص ما نجح بفعل معين طبعا هنا يجيب لك مقارنة على سبيل المثال يقول لك جاك وز اكسلنت تنس بلاير جاك لاعب تنس كل شراقي وان هي وازا يانج من شانط شاب he could beat anybody ممكن يقدر يضرب اي شخص طبعا هنا جملة he has good enough to beat anybody عند القدر الكافية لكي يضرب اي شخص طبعا هنا بالامتحان من تجيك ايها الجملة هذا اللي بالاصفر راح تاخذ من الجملة راح تاخذ الجملة الموجودة عندك فمثلا هو قايل لك play football تتقول he was good enough to play football مثلا على سبيل المثال جملة اخرى ايضا نجيبها تحطب بدال هذا المقارنة لما نجيب لك مقارنة he had the ability لديه القدرة يعني احنا بس مجرد راح نغير اللي بالجملة لديه القدرة فمثلا لو كانت ابنية بدأت ما نقول he نقول she had the ability بس he was good enough to beat anybody لديه القدرة على ضرب اي شخص he had the ability كان يمتلك القدرة اذا بهذه الجملة بهذه الجملة الكلام يتحدث عن القدرة يعني about the ability مثلا مع جملة ثانية فيقول jack and and andy he played match football match yesterday اللعبه والبرحة اللعبة andy played well andy خوش لعب but jack لكن jack managed to beat him ولكن jack نجح بضربه إذن he secreted in beating him this time النجحة في ضربه in beating طبعا نقدر نقول playing, studying, winning أي جملة يجيب لك ياها حسب الفعل اللي ينطيك ياه ورا المانج هذا الفعل راح تجيبها انت تحط لها ing نفس الجملة نفس التركيب ما راح تغير بها أي شيء فهذا هي الفرق يعني وهنا أقدر نطيكم ملاحظة كلش حلوة بأنه المانج تجيوية البات دائما من نشوف البات جيب لك بات مثلا وقل لك كود لو دائما من نشوف البات هذي معناها شوف معناها بات يعني معناها اختلف المعنى بمعنى أنه اختلف يعني فاتصار نجاح يعني فدائما نشوف هنا بات أخذنا مانج هنا وين همعدنا بات أخذنا مانج وهنا همعدنا بات هم تحدثنا على المانج أو لا يبغل تولي أنهي نفس الشي فدائما نكتبهم ملاحظة بأنه البات تجيوية المانج تو لأنه نجح بشيء معين يعني فهذا الموضوع طبعا انت مو المشوف البات تحط مانج بكيفك لا يعني هو راح تجيب لك اختيارات مثلا أو تركيب جملة فأنت من نشوف كود ووز ايبل تو أو كود ومانج تو أو يعني اي شيء آخر أو مست ومانج تو انت مو باشرة راح تختار المانج تو لأن المانج تو تجوي البات فهذا ملاحظة حتى تسهلك إن شاء الله الحل الهنا ينتهي هذا اليونت نشوفكم بخير لا تنسى تشترك بالقناة وتبلغ أصدقائك